بيان وزارة صحة إقليم كردستان حول تسجيل أول حالة للإصابة بإنفلاونزا H1N1 أو ما يطلق عليه بمرض إنفلاونزا الخنازير سرعان ما صار حديث الشارع الكردستاني كادر الحرة تواصل مع مسؤولي الوزارة لتبيان الحقائق حيث أكد رئيس ديوانها السيطرة على المرض وعدم وجود مخاوف من انتشاره مبينا أن المراكز الصحية في الإقليم تمتلك المضادات واللقاحات اللازمة لمكافحته أول مرة لهذا الموسم لهذا السنة أول مرة إنفلاونزا H1N1 المسمى بالغلط بين الناس بين إنفلاونزا الخنازير المرض لا داعي للقلق ولا داعي للخوف لأنها مرض فيروسي موسمي أحد أقرباء الشخص المصاب أكد أنهم لم يكونوا على علم بحالته إلا بعد التشخيص الذي أجري عليه في المشفى والفحوصات التي توصل من خلالها الأطباء على أنه أصيب بهذا المرض لافتين إلى أنه ما زال يرقد في أحد المستشفيات تحت الحجر الصحي وأن وضعه الصحي بات مستقرا بعد معينته من قبيل الطبيب تبين لنا خطورة الموقف واصبنا بالذهول عندما علمنا أنهم مصاب بفلاونزا الخنازير كان يشكو بالغثيان والصداع والإرهاق ولم يتمكن من التنفس بسهولة مع ارتفاع في درجة حرارة جسمه توقعنا أنه فلاونزا عادية ورغم التطمينات التي ساقتها وزارة صحة تقنية كردستان حول مدايات الأخطار التي يمكن أن تجابها المواطنين جراء الكشف عن الإصابة بمرض إنفلاونزا الخنازير فإن أطباء واختصاصيين طالبوا المواطنين بضرورة الالتزام بالنصائح اللازمة للوقاية من هذا المرض فيروس إنفلاونزا الخنازير هو من أنواع الفيروسات من النوع أي غالبا ما يصيب الجهاز التنفسي هذا الفيروس لديه القدرة في الانتقال من شخص إلى آخر لذلك ندعو إلى ضرورة اتباع الإرشادات يذكر أن مرض إنفلاونزا الخنازير اكتشف عام 2009 على نطاق واسع في دول عديدة قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية محدودية خطورته خلال السنوات الأخيرة بعد الكشف عن حالة مصاب بمرض H1N1 في الإقليم صحة كردستان مطمئنة بعدم وجود مخاطر على الصحة العامة بتوفر الإمكانيات واللقاحات اللازمة للسيطرة على هذا المرض من أمام أحدى مستشفيات أربيل يوسف المندلاوي الحرة